اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من جهة اخرى فادت مصادر امنية حكومية ان فريقا عسكريا وامنيا سعوديا تولى مسئولية التحقيقات الى جانب اللجنة الرئاسية اليمنية في حادثة الاستهداف الصاروخي للحكومة في مطار عدن الدولي وفقا لصحيفة العرب الجديد المصادر رجحت ان يستعين الفريق بخبراء اجانب خلال الايام المقبلة قالت المصادر ان الاستعانة بخبراء اجانب خطوة لاحقة بعد عملية جمع عينات من بقايا المقذوفات اطلقت الدفاعات الارضية في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن عدة طلقات للاشتباه بوجود طائرة مسيرة وقالت مصادر عسكرية ان عمليات التحالف في القصر الرئاسي لاحظت وجود ما يشبه الطائرة المسيرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء واطلقت الدفاعات الجوية او الارضية عدة طلقات صوب الهدف غير انه اختفى عقب الضربات التقى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم في الرياض المبعوثة الاممية الى اليمن مارتين جريفث ووصل المبعوث جريفث مساء ثلثاء الى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة جديدة تشمل العاصمة المؤقتة عدن وقال مصدر بمكتب المبعوث الاممي ان جريفث وصل الرياض لاجراء مباحثات مع الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي بشأن الازمة في البلاد وكان جريفث قد اعلن الثلثاء عن عزمه في تنفيذ جولة خلال الايام المقبلة الى الرياض والعاصمة المؤقتة عدن وفق بيان نشره الموقع الالكتروني لمكتبه مبينا انه سيتوجه الى الرياض اولا حيث من المقرر ان يلتقي الرئيس اليمني وكبار المسؤولين سعوديين ثم سينتقل بعدها الى عدن للقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك واعضاء الحكومة واشر البيان الى ان جريفث سيناقش مع مسؤولي الحكومة اليمنية جهود السلام في البلاد والاعلان المشترك لحل الازمة رحبت القيادة اليمنية بنجاح قمة العلا واتفاق المصالحة بين دول الخليج العربي واعلنت عن تطلعها بان تعمل القمة الخليجية الحادية والاربعون على معالجة القضايا العالقة وعودة العلاقات الخليجية الى مجراها الطبيعي تحقيقا لتطلعات قادة وشعوب المنطقة واعرب نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح عن تطلعه في ان تنعتس نتائج القمة بشكل ايجابي على اليمن بهزمة الانقلاب واستعالة الدولة فيما قال رئيس الوزراء معين عبد الملك ان اتفاق المصالحة يشكل خطوة هامة وحيوية على طريق اعادة الاستقرار وتأمين شبه الجزيرة العربية وفي بيان للخارجية ثمنت الحكومة حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفي مقدمتهم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في توحيد الصفوة لمشمل من اجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة من جهته اعرب حزب الاصلاح عن امله في ان تنعكس خطوة المصالحة الخليجية ايجابيا على الشان اليمني عبر دعم الشرعية لانهاء التمرد واقامة الدولة الاتحادية وقال مصدر مسؤول بالامانة العامة للحزب ان الشعب اليمني يعلق امالا كبيرة في ان تؤدي هذه المصالحة الى دعم اليمن وشرعيته وتحقق الاهداف الكبيرة للتحالف العربي في اليمن وعودة كامل التراب اليمني الى سلطة الدولة والى حاضنته العربية وبذل جهود موحدة من اجل تسريع عملية دحر الانقلاب واستعادة الدولة واعتبر المصدر اعلان المصالحة الخليجية خطوة ضرورية من اجل عودة اللحمة الخليجية على طريق التلاحم العربي والاسلامي ووحدة الموقف لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها المشروع الايراني واذرعه العسكرية الارهابية التي تهدد امن دول المنطقة وسلامتها تتطلع الحكومة والشعب اليمني الى النتائج التي ستسفر عنها المصالحة بين دول الخليج الست بعد ازمة دامت ثلاث سنوات كانت اليمن اكثر المتضررين منها هذه هي اللحظة التاريخية لحظة انتظرها الشعبان السعودي والقطري والشعوب الخليجية بعد ازمة عاصفة استمرت لثلاثة اعوام ولاجل هذه المصالحة الخليجية تطلعت كافة شعوب دول المنطقة العربية التي عصفت بها الانقسامات واشتدت حولها التحديات والمخاطر في ظل تمدد مخطط ايران لابتلاع المنطقة عبر ميليشيا طائفية متطرفة ما احوج ان نكون لتوحيد جهودا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا وخاصة التحديات لمثلها برنامج نووي للنظام الايراني وبرنامجها للصواريخ البارستية ومشاريع التخريب الهادمة التي تبناها وكراءة في انشطة الارهابية والطائفية هدفها زعزعة للامن واستقرار في المنطقة والعالم مما يضعنا اما مسئولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج المشاريع المهدر السلم والامن الاقليمي والدولي بعد ثلاثة اعوام مريرة طوى الدول الخليج صفحة خلاف عاصف نأهز اركان مجلس التعاون الخليجي في اسوأ ازمة واجهت دوله منذ تأسيسه عام 1981 ازمة وضعت المنطقة العربية باسرها في حال انقسام حاد وتجاذبات اضعفت الجميع وكانت اليمن اكثر المتطررين الحكومة اليمنية الجديدة رحبت بعودة العلاقات الخليجية الى مجراها الطبيعية تحقيقا لتطلعات قادة وشعوب المنطقة في لم الشمل وتوحيد الصف من اجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها التهديد الايرانية اكد بيان قمة العلا على استعادة تماسك مجلس التعاون الخليجي ووحدة الصف بين دوله في وجه التحديات والوقوف صفا واحدا في مواجهة اي تهديد تتعرض له اي من دول المجلس في خامس ايام العام الجديد 2021 ارست قمة العلا الأسس لبداية جديدة لدول الخليج والمنطقة خروجا من نفق مظلم بدأت مجرياته في يوم الخامس من يونيو عام 2017 حين قررت الصعودية والامارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واغلقت كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها دعا السياسيون يمنيون دول الخليج العربية الى استشعار اهمية اليمن كونها تمثل بوابة للخليج والجزيرة العربية وذلك في تعليقات لهم حول نجاح قمة المصالحات مع قطر السياسيون شددوا في تصريحات اليمن شباب على ضرورة ان ينعكس هذا الصلح ايجابا على الحرب في اليمن في مواجهة المشروع الايراني الذي يخطط للتوسع في الدول العربية بما فيها دول الخليج يمن تمثل خطا وموقعا متقدما لدول الخليج والجزيرة العربية وهو الامر الذي لا بد ان قيادات الدول الخليج تستجعر ان لليمن اهميتها من هذا الباب وبالتالي لا بد ان تنعكس هذا الصلح والتصالح بواستوى ايجابي على الامر في اليمن في مواجهة المشروع الايراني الذي يريد ان يتوسع على حساب الوطن العربي والجزيرة العربية بالتأكيد يعني ان امن الخليج يبدأ من اليمن يعني طبعا نحن ننظر الى ان الحوثيين طبعا مهددين لدول الخليج يعني بالذات المملكة العربية السعودية على اعتبار ان لها حدود مباشرة مع اليمن ومع ايضا مع هذه الاطراف يعني في صعدة وفي بعض المحافظات مناطق حدودية هذه المناطق الحدودية دائما تظل في حالة تهديد بعد نجاح جهود دولة الكويت في رأب الصدع الخليجي وتكللها بتوقيع اتفاق المصالحة تتركز الاهتمامات في اليمن حول انعكاسات هذه المصالحة وبأي اتجاه البيت الخليجي على مائدة واحدة مجددا مصالحة خليجية هي ابرز حدث عربي يتزامن مع بداية العام الجديد بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات مصالحة قادتها دولة الكويت واستضافت بموجبها المملكة العربية السعودية قمة العلا بحضور دول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت على بيان من عدة نقاط ابرزها طي نقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الاربع ودولة قطر اضافة الى بند عسكري يقضي بتعديل مسمى قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة الى القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون بيان القمة لم يغفل عن التأكيد على تكاتف دول الخليج العربية والعمل بشكل مشترك في وجه اي تدخلات مباشرة او غير مباشرة في شؤون اي منها اتفاق فتح الباب واسعا امام تطلعات يمنية رسمية وشعبية بان تنعكس المصالحة الخارجية ايجابا على الملف اليمني بما يخدم المصالح المشتركة التي تجمع اليمن بدول الجوار فهل ستكون قمة العلا نقطة مشتركة لتوحيد الجهود نحو مواجهة مشروع ايران في المنطقة ودعم الحكومة والجيش اليمني لاستكمال التحرير وقطع الطريق امام ميليشي الحوثي التي كثفت من هجماتها مؤخرا ضد المملكة ذلك سؤال ربما تحدد الايام المقبلة ملامح الاجابة عنه وفي السياق دع المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى تهيئة الاجواء لممارسة الحكومة الشرعية جميع اعمالها من العاصمة الموقعة عدن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسستها في كافة انحاء اليمن واعتبر المجلس في البيان الختامي الصادر عن دورته الحادية والاربعين ان تنفيذ اتفاق الرياض يعد خطوة مهمة في سبيل الوصول الى الحل السياسي المستند الى المرجعيات الثلاث لانهاء الازمة اليمنية مؤكدا على مواقفه وقراراته بشأن دعم الشرعية في اليمن وحكومته لانهاء الازمة والتوصل الى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وجدد المجلس دعمه للامم المتحدة وجهود مبعوثها الى اليمن مارتين جريفث من اجل التوصل الى الحل السياسي وفقا لتلك المرجعيات عسكريا قتل واصبا نحو خمسين من عناصر ميليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية بغارات لمقاتلات التحالف جنوب محافظة مارب عموة ذكرت المصادر ان المقاتلات استهدفت بعدة غارات تجمعات للميليشيا وسط شعب نزاح والمضحصة في مدرية الماهلية كانت تتجهز لمهاجمة مواقع الجيش والقبائل في مدرية جبل مراد في الحديدة احبطت القوات المشتركة محاولة لميليشيا الحوث الانقلابية في استحداث تحصينات في محيط مفرق العدين شمال شرق مدرية حيس جنوب شرق المحافظة مصادر محلية قالت لمن شباب الميليشيا المتمركزة في مناطق نائية على الحدود الادارية لمحافظة اب شمال شرق مدرية حيس حاولت استحداث تحصينات في محيط مفرق العدين كما شنت قصفا مكثفا على أحياء سكنية في ضواحي حيس في السياق دمر صاروخ أطلقته ميليشيا الحوث الانقلابية منزلا في حي سكني جنوب الحديدة قال مصدر محلي لمن شباب أن صاروخا أطلقته ميليشيا الحوثي على حي منظر السكني بمدرية الحوك مساء أمس الثلاثة أسفر عن تدمير منازل منزل مكون من طابقين بشكل كامل غير أن ذلك لم يخلف خسائر بشرية كون المنازل أو المنزل عفوا كان خاليا من السكان كما تعرضت منازل عدة في حي الجروبة بمدرية التحيط جنوب الحديدة لقصف شنته ميليشيا الحوثي وألحق أضرارا بمنازل السكان وممتلكاتهم وسط تنديد من قبل أهالي إلى تعز حيث أقدمت ميليشيا الحوثي على قتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف شنته على منطقة الحيمة بمدرية التعزية شمال المدينة وقال سكان محليون أن ميليشيا الحوثي شنت قصفا مكثفا على القرى وقامت بحصار السكان بعشرات الأتقم والمدرعات التابعة لها بحثا عن أحد المواطنين بتهمة ملفقة وشهدت منطقة الحيمة مواجهات عنيفة بين الأهالي وميليشيا الحوثي الانقلابية في فترة سابقة في تعز أيضا ألقى جنود في الجيش الوطني القبض على أحد عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء محاولته زرع الغامن في الجبهة الشمالية للمدينة وقال مصدر عسكري ليمن شباب أحد عناصر الميليشيا تسلل إلى موقع شمال المدينة في محاولة لزرع لغمين أرضيين غير أن جنود الجيش كانوا له بالمرصاد وتم أسر العنصر الحوثي مساء ثلثة إثر تسلله إلى أحد مواقع الجيش هذا وأعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرح محور تعز عن حصيلة إنجازاتها خلال العام الماضي وتمثلت في إجراء نحو ثلاثمائة عملية جراحية لجرح الجيش الوطني في عدد من مشافي المحافظة وفي دولتين مصر والهند وذكرت اللجنة في تقرير أنها أكملت علاج ما لا يقل عن مائة من الجرحة في الخارج كما أجرت نحو مائة وثلاثين عملية جراحية لجرح الجيش في عديد من المشافي المحلية بالمحافظة قال المتحدث باسم اللجنة الأمنية في محافظة شبوى العقيد عبدالله العياشي إن الخطط الأمنية في المحافظة للعام الجديد 2021 تهدف إلى مكافحة الجريمة وتفعيل كافة الأجهزة الأمنية بما فيها أجهزة الاستخبارات عندنا خطة أمنية من قبل لجنة الأمنية ومن قبل الأخ مدير أمن محافظة شبوى محافظة شبوى سنمسي بها وسائرين في تفعيل كل الإجهزة الأمنية مكافحة القريمة قبل لقوعها والإجهزة الأمنية قائمة بدور رفعال على واقع الأرض على طبيعة الأرض لا هناك أي عوايق عندنا تعيق رجال الأمن من دواجبهم بأي وقتاً في المحافظة كل الإجهزة الأمنية والاستخباراتية في محافظة شبوى مكملة لبعضها ومنسج حملها جنباً إلى جنب وأوضح العقيد العياشي في تصريح اليمن شباب أن الخطة الأمنية الجديدة تشمل تفعيل الأجهزة الأمنية في المديريات النائية وبسط نفوذ الأمن في كافة مديريات المحافظة نسبة القطة الأمنية التي ترأس المحافظة مدير الأمن يعني تفعيل مديريات تفعيل الأمن في مديريات النائية عندنا قموحات أنه كل مديرية من مديريات أنه يعني يتفعل عملها الأمني أكثر من العام اللي مضى يكون الجهود أكبر وتكون الصعوبات يعني تقلل الصعوبات في الجنب الأمني على علاقية الأمن برضو الشتاء ووجع النزوح ليس هذا كل ما يؤرق ألاف العائلات التي تركت منازلها فراراً من جحيم ميليشي الحوثي إلى مخيمات بمأرب تكابد فيها معاناة التشرد عندما توضع الشمس أجواء المخيم تسلمه إلى برد قارس يتخذ من أطفال المخيم قوته ومن خيامهم مسكنه فتنتشر الأسقام والعلل بين الأطفال على مدار فصل الشتاء هذا هو حال ساكني مخيم السويداء الذين شردتهم الحرب وسلمتهم للمعاناة وهذا الطفل معناه تاعب قد له ورد عشرها الشرب من البرد ونزلنا الرقدة عشر أيام في المال وردناه ويوجه إلى شبكة ودخلناها الشبكة وفراء الساعة أربعة ساعة خمس في الليل تزلنا نتس تقول ترجع ثلج ترجع ثلج عليها تداعب الشمس قبل وداعها أطفال حفاه يتلذذون بألعابهم خالية أجسامهم من ملابس الشتاء غير آبهين بنتائج مبارزة البرد في مغرب شتوي قارس لكنها الطفولة التي شردتها الميليشيا الحوثية وعدبتها منظمات لا تصرف غير الوعود يا أخي احنا في هذا الأرض قدلنا يعني تقريب يعني عشر أشهر والله هنالذي يجوا الناس يسجلونا ويسيروا منا ولا يجب نشوف حد هذا البرد يعني برد قلنتوا عارفين الحالة كيف والحماء قدوا هذاك فلاج الحماء شلت الرياح من فوقنا وانجا البرد قد حالتنا معروفة الأطفال قودنا لا فيه سعافات حالتهم على الله بس رحمه الله 1350 أسرة يسكنون في السويداء فيما يتواجد عشرات الآلاف من النازحين في مخيمات مجاورة بلغ عددها 129 مخيما حالهم لا يختلف كثيرا عن من هنا فقد فرقتهم الحرب وجمعهم الوجع 130 مخيما يسكن فيها عشرات الآلاف من النازحين أصبحوا فريسة سالة لبرد قارس لا يقدر على تحمله ساكن والمنازل المبنية بإحكام فهل ستعمل المنظمات الداعمة على توفير مساكن بديلة لخيام أنهكها الوقوف في هدير الصيف وبرد الشتاء محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مخيم السويداء مأرب آخر الأخبار الرياضية نسمعها مع الزميلة أنسام يسعد مساكي أنسام ومساكي صفاء ومساكي هشام وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الموجز الرياضي حيث اتعادل فريق شعب صنعاء ووحدة صنعاء بهدف لكل فريق في مباراة ودية جمعتهما على ملعب الوحدة في حد افتتحت تسجيل للوحدة قاسم الشرفي عند الدقيقة العشرين وعدل النتيجة للشعب مجد الحكيمي عند الدقيقة الخامسة والستين وأقيمت هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين للمشاركات المقبلة وأهمها بطولة الدوري التي أعلن اتحاد كرة القدم عودتها دون تحديد موعد انطلاق المنافسات حتى الآن انطلقت في محافظة لحج منافسات الدوري الثاني لبطولة كرة اليد لأبطال المحافظات المحررة وتقام منافسات هذا الدور بنظام الكل مع الكل وبمشاركة بطل ووصيف لكل مجموعة من المجموعات الثلاث وشهدت المنافسات فوز شباب القطن على الشرارة بستة وعشرين هدفا مقابل عشرين هدف كما تغلب فريق الشعلة على تضامن المكلة بواحد وثلاثين هدف مقابل السبعة وعشرين وفي المباراة الثالثة حقق السقر فوزا كبيرا على حسان بستة وعشرين هدفا مقابل ستة عشر توج فريق الميناء بلقب بطولة الدوري التضشيطي لكرة السلة للأندية أبطال المحافظات المحررة وجاء تتويج الميناء بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه التلال بنتيجة إجمالية بلغت ثلاثة وستين مقابل اثنين واربعين نقطة وكان الاتحاد العام لكرة السلة قد أقر إقامة المباراة النهائية بين الميناء وتلال في عدن بعد عقوبات فرضها على أندية حضر موت بسبب أحداث شغب وقعت خلال المباراة الميناء وشعب حضر موت ضمن البطولة افتتح وزير الشباب والرياضة نيف البكري المقر الجديد للوزارة في المدينة الرياضية بالشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن ودشن الوزير العمل في المقر الجديد للوزارة كما افتتح الصالة الرياضية بعد الانتهاء من إعادة ترميمها ضمن المنشآت الرياضية التي أعيد تأهيلها خلال العام الماضي ومن الأخبار المحلية إلى الأخبار الدولية والبداية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم حيث تأهل توتنهام إلى المباراة النهائية بعد انتهاء مغامرة منافسه برينت فورد في نصف النهاء بفوزه بهدفين نظيفين بهذه النتيجة حسم توتنهام تأهله للمباراة النهائية في انتظار الفائز من ديربي مانشستر حيث يلتقي مساء اليوم الستي مع اليونايتد في لقاء نصف النهائي الثاني ختام الأخبار الرياضية وعود إليكم هشام وصفاء شكرا أنسا أطلقت رابطة أمهات المختطفين وأمهات المخفيين قصرا بمحافظة عدن نداء عاجلا إلى الحكومة الجديدة طالبت فيها بوضع ملف المخفيين قصرا في أولويات عملها والكشف عن مصير تسعة وثلاثين مخفيا قصرا أقدمت تشكيلات مسلحة تابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا بعدا على إخفائهم منذ أربع سنوات عام وانتقدت الرابطة في وقفة احتجاجية نفذتها أمس السلساء أمام القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن صمت الجهات المعنية والرسمية عن ملف المختطفين والمخفيين بعد التوافق الذي أسفر عن تعيين الحكومة وأعرب بيان للرابطة عن أملها مع بداية العام الجديد وقدوم الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن في إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قصرا وذويهم أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رصدها مائة واثنتي عشرة حالة انتهاك طالت حرية الصحافة في اليمن خلال العام الماضي وفي تقريرها السنوي ذكرت النقابة أن الانتهاكات التي تم رصدها جاء في مقدمتها الاختطافات والاعتقالات وتم توثيق ثلاثة وثلاثين حالة من إجمالي الانتهاكات تلا ذلك التهديد والتحريض بعدد إثنتين وعشرين حالة إضافة إلى انتهاك المحاكمات والتحقيقات التي بلغ عددها عشر حالات إضافة إلى سبع حالات تعذيب وثلاث حالات قتل وحول الأطراف المنتهكة حملت تقرير الحكومة بتشكيلاتها وهيئاتها المختلفة المصولية عن خمسين حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات المرصودة فيما ارتكبت ميليشيا الحوثي ثلاثة وثلاثين منها واثنتي عشرة ارتكبتها ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا دعا الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل في مقتل الصحفي أديب الجنان وإصابة مراسل قناة اليمن الفضائية صادق الرتيبي في الهجوم الذي استهدف الأربعاء الماضي مطار عدن الدولي لحظة وصول الحكومة الجديدة وأعرب أمين عام الاتحاد أنتوني بيلانجي عن حزنه لفقدان الجنان الذي قال إنه كان آخر زميل لنا دفع حياته ثمنا لممارسة مهنة الصحافة وحمل بيلانجي السلطات المختلفة في اليمن مسؤولية إنهاء عمليات القتل والاعتداء المستمر على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وشدد على اتخاذهم إجراءات فورية ضد الجناه لإثبات أنهم غير متواطئين في هذه الجرائم أعلنت نقابة الأطباء والمهن الطبية في حضر موت عن بدء تصعيد في الإضراب في هيئة مستشفى بن سينة بعد مماطلة السلطات في تنفيذ مطالب حقوقية نعم النقابتان قالتا إن الإضراب الذي استثنيت منه وحدات إنقاذ الحياة وأقسام العناية المركزة ومركز عزد معالجة كورونا جاء كخطوة تصعيدية من الإضراب الجزئي للمطالبة بحقوق الأطباء واستحقاقاتهم اختم النشرة وهذا تذكيرا بأهم العنوي تعزيزات عسكرية للتحالف نحو أبيان وفريق سعودي شارك لجنة التحقيق حول هجوم مطار عدم ترحيب رئاسي بالمصالحة الخالجية والرئيس يلتقي جرافيث في مستهل جولة تشمل العاصمة المؤقتة عدم ميليشيا الحوثي تفرض حصارا على الحيمة شمال تعز وتقتل ثلاثة مدنيين في قصف على منازل السكان دمتم وآدام اليمن بألف خير إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة